تركيا تلقي باللوم على قبرص مجدداً وفي لب الخلاف هذه المرة كذلك التنقيب عن الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط الصراع القديم الجديد عاد للواجهة بعد عثور تحالف شركات طاقة إيطالية وفرنسية على مزيد من الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة اكتشاف أثار حفيظة الخارجية التركية التي اعتبرت أن الأنشطة الهيدروكربونية القبرصية أحدية الجانب واشددت في هذا الإطار على أن نيقوسيا تنتهك حقوق القبارصة الأتراك باعتبارهم أحد المشاركين في ملكية جميع الموارد الطبيعية لقبرص الجانب التركي أصر أيضاً على أن التحركات القبرصية تزيد التوتر وتهدد السلامة والاستقرار شرقي المتوسط كما تعهد بأن أنقرة لن تسمح بالتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في جرفها القاري دون موافقتها وهذه ليست أول مرة توجه فيها تركيا أصابع الاتهام إلى قبرص فلطالما اعترضت بشدة على برنامج الاستكشاف القبرصي محتجة إما بما تراه احتداءاً على جرفها القاري أو على مياه دولة القبارصة الأتراك شمالي الجزيرة من جهتها ترفض حكومة قبرص اليونانية المعترف بها دولياً جميع الاعتبارات التركية وقد لا يكون التصعيد الجديد مجرد رياح توتر عابرة إذ يرى الخبراء أن اكتشافات الغاز الجديد هذه قد تشعل بوادر النزاع بين الجانبين أكثر من أي وقت سبق فامتلاك نيقوسيا لمخزونات من الغاز الطبيعي في هذه الفترة بالتحديد قد يجعل منها لاعباً كبيراً ومهماً في ملف الطاقة الشائك